صرح معالي وزير شؤون الديوان الأميرية الشيخ علي جراح الصباحة بأن فخامة الرئيس دونالد جي ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة منح وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد لحضرة صاحب السمو عمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباحة حفظه الله ورعاه وذلك في مراسم أقيمة في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض يوم الجمعة الموافق الثامن عشر من سبتمبر 2020 ويأتي هذا التكريم من فخامة الرئيس الأمريكي دونالد جي ترامب اعترافا بالجهود العظيمة والدؤوبة والدور الكبير الذي يقوده سموه رعاه الله في المنطقة والعالم وتتويجا لعلاقات الشراكة التاريخية والمتميزة بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية التي امتدت على مدى عقودة وتزامنا مع قرب حلول الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدمواصية بين البلدين الصديقين ويعتبر وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى من أرفع الأوسمة العسكرية التي قل ما يمنحها الرئيس الأمريكي لقادة الدول الحليفة خلال فترة تاريخية بحيث حصل عليه أحد عشر رئيس دولة فقط وتم منح آخر وسام في عام 1991 وقد مثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حافظه الله ورعاه معالي أشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح في مراسم استلام وسام الاستحقاق من قبل الرئيس الأمريكي دونالد جي ترامب في حفل خاص بالبيت الأبيض منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسام الاستحقاق العسكري بدرجة قائد أعلى لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه منح صاحب السمو صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وسام الاستحقاق العسكري بدرجة قائد أعلى لجهوده الاستثنائية كأميرا لدولة الكويت من سبتمبر 2006 إلى يوليو 2020 الوسام يحمل توقيع الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يعني الكثير حق دولة الكويت ويربط العلاقات التاريخية المميزة بين البلدين والقائد الببروك اللي يقدم معظم حياته لربط العلاقات بما يرجع بالفائدة إلى الوطن وشعبه والرئيس خصب التحية سمو نائب الأمير واشكره على تفويضي في الوجود عنده واستلام الوسام بالنيابة عن سمو الأمير تسلم الوسام نيابة عن حضرة صاحب السمو وأمير البلد حفظه الله ورعاه مع علي الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وكان على رأس الحضور بالبيت الأبيض سعادة السفير الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة كما حضر من الجانب الأمريكي السيد روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي السيد ستيفن مينوتشن وزير الخزانة جاريت كوشنر كبير مستشار الرئيس الأمريكي ومارك مادوز كبير موظفي البيت الأبيض يعد وسام الاستحقاق العسكري بدرجة قائد أعلى وساما مرموقا نادرا ما يمنح تم منح لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه تقديرا لسموه كزعيما وقائدا عظيما معروف تاريخ العلاقات الكويتية الأمريكية وهي إن شاء الله في تحسن وفي ربط مهم يكون ما هي قاعدة المصلحة الخاصة بس المصلحة المهمة المتواصلة مثل مشاريع التنمية التي تربط بينهم وسام الاستحقاق بدرجة قائد هو وسام مرموق ونادر تواجه العلاقات التاريخية المميزة بين دولة الكويت والولايات المتحدة ويعتبر تكريما للدور الريادي المميز لحضرة صاحب السمو وأمير البلاد حفظه الله ورعاه داليا الكومي تلفزيون دولة الكويت واشنطن